هدنة الحديدة على وشك الانهيار في مقابل جهود أممية وبريطانية للحفاظ عليها هذا هو المشهد الحالي في المدينة الواقعة غربي اليمن الساعات التي أعقبت سريان الهدنة المعلن عنها الثلاثاء الماضي تشير إلى أن الهدنة لن تصمد طويلا فالتحالف العربي بقيادة السعودية وميليشيا الحوثي يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة المتفق عليها بشأن الحديدة وبالتزامن مع مرور أسبوع على اختتام مشاورات السويد بين طرفين نزاع التي كانت اتفاق الحديدة أبرز مخرجاتها بدأ أن الضغط الدولي هو من حافظ على فرض هذه الهدنة إذ أعقب اتفاق وقف إطلاق النار مواجهات متقطعة استمرت لأيام على أطراف الحديدة قبل أن يعلن الطرفان امتثالهما للهدنة التي أعلنت عنها الأمم المتحدة بموجب اتفاق ستوك هولم اتفاق أعلنت بريطانيا أنها تسعى لحمايته من خلال التوجه لتقديم مشروع قرار أمام مجلس الأمن الدولي لحماية اتفاق الحديدة لكن الضمانات الدولية يبدو أنها غير كافية فالمناوشات بين الطرفين مستمرة وإن كانت أقل حدة التحالف العربي يقول أن الحوثيين خرقوا اتفاق ستوك هولم في 21 مناسبة منذ بدء سريانه متهما ميليشيا الحوثي بتجاهل اتفاق الهدنة وباستثناء الاتفاق على تبادل الأسرى البالغ عددهم 16 ألف أسير فشل الطرفان في تنفيذ بقية بنود اتفاق السويد والتي تدعو إلى انسحاب ميليشيا الحوثي من مدينة الحديدة ومينائها وإعادة فتح مطار صدعاء الذي يتحكم التحالف بالحركة فيه ويسمح فقط لطائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية باستخدامه اشتركوا في القناة